موسيقى السباح الخير عليكم كاليري اللبس عليكم أتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفصحة جيدة مهم بشي ما نتوش عليكم بثاف كي قلت لكم في الحلقة لفيتها الكاك سيترون وفرامبواز قلت لكم باللي هادك النهار صورت ربعات الوصفات واللي ما نقدرش نشاركهم معكم كاملين في حلقة واحدة فانا غادي نقسمهم لربعات الحلقات الحلقة الثانية واللي هي الحلقة اليوم غادي نشارك معكم واحد الحريشات كي يجيوا رائعين 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 بزف بزف انا كنستعملهم بزف بالاخص فاش كي بدي يبرد الحال بحل هكا اللي هي حرشات دي السميدة بالطقيق دي الضراء اللي ما غا نستعمل فها لازي بدال اوالو غادي نبسبسها بشوية ديل زيت الزيتون كتجي من قلد دم ما يكون وكتجي غزالة وصحية للينا والوليداتنا نديروها للفطور وايضا نديروها حتى القوتي ما نطورش عليكم بساف واندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير انا مية وخمسين جرام دي الضراء تلتمية جرام تسميدة رقيقة بحالي كنستعملها في البغرير انا شوية دي الزيت بلدية الحليب باش غادي نجمع الحرشات دينا يكون على حرارة المطبخ معلقة كبيرة دي السانيدة شوية دي الملحة انا مؤخرا نستعمل الملحة الحية وعندي ساشي واحدة الخميرات الحلوة من وزن سبعة جرام اول حاجة غادي ندير غادي ناخد واحد الاناء اللي غادي ندير فيه المكونات ديالي اول حاجة غادي نبدا بها هي السنيدة نزيد على دقيق ديالدرة نزيد على سانيدة نزيد على سانيدة نزيد على شوية الملحة الحية بالنسبة للملحة الحية تجيبنينا بثاف المكلة الخميرات الحلويات اول حاجة غادي ندير وانا انا غادي نخلطها المكونات ديالي ودابة هنا انا غادي نستعمل بلدية لانني غادي ندير زيت بلدية باش نبس بس بس بها الخالد انا كان بغي نخدم بلدية بثاف تقريبا غادي ندير واحد جهد نسكاس بحالها كتير زيت بلدية وانا غادي نبس بس بس الخالد هذه المرحلة هادي مهمة بثاف نبس بس زيان هاد سميدة وطقك ديالدرة حتى تشرب لنا ذيك الزويتة بشيش انا كعجبني نخدم بلدية سافي هاي نحسيت بها تقريبا نشربت ذيك الزويتة كاملة دابا غادي نزيد عليها الحليب الحليب عيني ميزاني باش نجمع به خالد نحن 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 نفوت واحد شوية نحن نجريها غير واحد شوية ونخليها ترتاح بشرب لي هاداك الحليب كما فوتنا فيها شوية الحليب وخليناها ترتاح وشربت لي المكسيموم هاداك الحليب كما الحريشة انا كنت نحن نعجنها وحاجة اخرى ما نحاولوش نعجنوها غير نخدمها غير بصباعاتنا بش ما تعجنش لينا هاي 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 نحن نخليها ترنب في الوقت بحركة ثانية هاي نخليها تشربوا احجن دارقيقة وهنا ندرك هذه السحكة ايضا عندي المقلة اللي بطبيع كالباردة ما سخوناش باقي مشعلش لها كندير كورا كندوغوزها سميدة 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 مباشرة في المقلة نفس الطريقة اللي خدمت بها الحرشان اللي كنت شاركت معكم المرة اللولى في الفيديوهات اللولين لدي القناة عندي انا غدي نخلي لكم نخلي لكم لليان ديالها في الفيديوهات فعلا هادي نعود ناخد معكم محتى اخرى لاحقنا بالدوغوزها فعلا الصيف فعلا أسهل طريقة فعلا نحن نبغوزها نبغوزها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة